الذي أضاه أفراد المجتمع الكريم بملبنا ينقلل اليومين الماضيين والشيخ الجليل قد يكون محزوزا بتواجده في لحظة تفرزغية معظيمة ونبل لا متناهي ولكن الجالية أيضا محزوزة بوجوده في هذا الوقت بالذات في إمسيتين بسويعاتها الغليلة يتبرع الحضور بمبلغ مليون ومائتين وسمانية واربئين ألف وستمائة وستون دولار أستراليا هذا غير التبرعات الاحتمالية والتزامات مؤكدة مستقبلا لإقامة صرح يذكر في اسم الله الكريم ويكون عنوانا جامعا لكافة طياف المجتمع الجمعة والسبد تجلى فيه الكرم بكل معانيه وخصئ فيه الذين حاولوا رسم صورة ذهنية عن بخل أرتين مفترد مجتمع يعلم فيه الأفراد عن التبرع بسبعين ألف وستين ألف واربعين ألف وثلاثين ألف مجتمع يتصابق نساءه في إخراج الحلي بمختلف أشكاله وأوزانه مجتمع يعاهد نفسه للاستثمار مدى الحياة في مسرف لا تمدف فوائده كيف يكون بخيلا سمت عوامل عديدة كانت محفزة للجالية لإنجاح وقامة المركز المتعدد المرافق وتبقى شخصية الشيخ محمد جمعة أحدها بما تمتع به من أسلوب الشيق ومبتكر ومؤسر ومزج فيه الحياة بالآخرة ونقل فيه الحضور بصورة مزهلة إلى دائرة الفعل فهنيئا للجمعية الإسلامية العثرية على الاختيار الموافق خمسة أيام فقط في أستراليا وخمسين ساعة في الجو ما بين البلدين ندعو الله أن يجعل كل لحظة أنفقها في هذه الرحلة الكبيرة في ميزان حسناته وأن يزل اسمه عالغا في ذاكرة وبال الجالية وأجيالها المتعاقبة لا أو بل ندعو الله أن يكون أول إمامي أم المسلين في مسجد الرابطة كما تمنى هو نفسه في إطلالته الأولى مساء الجمعة يوم أمس قابلته إزاعة الجالي الإيرتريا بملبا وسط برنامج مزدحم حاضر في إمام النساء أولا ثم الشباب من الجنسين ثانيا وكان ضيفا في مأدبة عشاء ترحيبية ليلا وكعادته في الحديث السابقة أشاد بمجتمع أستراليا وتحدث واسقا بأن المركز سيبنى وأسرع مما نتصور وأضاف أن الإنسان الإيرتري معطاء بطبيعته طالما وجد برامج مقنعة يجد فيها نفسه ويصق في من يشرف عليها ويوصل قائمين على المركز بأن يجعلوه مزل للجميع ويتطرق إلى قضايا وشؤون أخرى وشيئا من سيرة العطرة كل ذلك سنزيع عليكم في اللقاء القادم بسوتي فكونوا معنا نستمعنا لأكار ما قدم المجتمع الإيرتري بمدينة ميلبن يومي الجمعة والسبت الماضيين صورة رائعة عن معاني الإيسار وتنميل المشاريع ذات النفع العام وذلك حين لبوا نداء الجمعية الإسلامية الإيرتري للجود والتبرع لبناء صرح يسكر فيه اسم الله الكريم ويكون عنوانا لكافة أفراد المجتمع الإيرتري في ليلتين جمع الحضور الموقر أكثر من مليون ونصف المليون دولار في وقفة فاصلة قل نزيلها وبدأ الآن تحقيق حلم بناء مركز الرابطة واقعا ملموسا أكثر من أي وقت مضاء الشيخ محمد جمع أحمد دخيط أبو الرشيد ناشط إن الإيرتري وضاعي إسلامي له بسمات واضحة في عدة مشاريع ببعض الدول الأوروبية قدم من بريطانيا خاصة لإحياء ليالي الجود والكرم بمدينة ميلبن وكانت لخطبه مؤسرة دورا فعالا في نقل الحضور إلى دائرة الفعل يسألنا أن نرتقي به في إزاعة الجالية الإيرتريا بمدينة ميلبن بمناسبة زيارته لأستراليا التي أصبح فيها محل حفاوة وتقدير شيخنا محمد جمع السلام عليكم كثير من أفراد الجالية الإيرتريا يرحبون بكم ويلاحظنا كأن علاقة سابقة تجمعكم بما هي سلتكم بهذا المجتمع القادم بمدينة ميلبن بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى لي وسحبه ومنه علىه أولا أحب أن أشكركم الحضور لأن الجانب الإعلامي هو اليوم أصبح أهم شيء في أي عملية بناء أو عملية سواء كان للخير أو تهدم للشر فأشكر حضوركم وتفاعلكم وتوثيقكم وتسجيلكم للمشاريع التي تقوم بها الجاليات الإيرتريا علاقتي بالجالية هنا أولا أن علاقة وطن هم أهلي إيرتريين ثانيا كان عندي علاقة بهم عندما كنت طالبا في مصر وكثير منهم قادمة إلى هذه البلاد من مصر وهم طلاب يعني أفراد ووجدتهم اليوم عوائل وأسر تغيرت الأمور ثم أيضا عندي معهم التواصل عبر الكتابات ومواقع التواصل الاجتماعي فكثير من الشخصيات كنت ألتقي بهم في الفيسبوك والآن قابلتهم وجه لوجه فكانت مصدر سعادة كبيرة بالنسبة لي نعم شكرا جزيلا لكم مليون ونصف الشيخ أنا محمد جمع مليون ونصف دولار في ليلتين ونتوقع ارتفاع المبلغ إذا ما أدفنا التبرعات الاحتمالية والاشتراكات التي ألتزم العديد بدفعها في قادم الأيام والشهور شيخنا ما هي العوامل الدافعة لهذا التصابق في أخراج هذه المبالغ الطائلة أعتقد هي قناعة الإريتريين بأنهم في حاجة لمركز في حاجة مكان محضا لأبنائهم الجالية الإريترية كان يتوقع الجميع أن يكون عندها مركز من قديم لأن الجالية أصلا هنا الموجودين هم ناس فيهم هم هاي جدا من المتعلمين والمثقفين وأصحاب شهادات عليا سياسيين شخصيات بارزة كانت في المتابعة الإريتري هتموا في مجال التعليم عمل في مجال التعليم سنوات طويلة فكنا نتوقع غالبا أن أسترالي ستشهد نهضة كبيرة جدا في مجال الإيجاد المراكز فأعتقد كان في حساس عند الجالية الإريترية أنها تأخرت ولذلك اليوم أعتقد هي هبة وصحوة في وقت مهم جدا وفعلا أمر مذهل الجالية الإريترية فاجئة الناس بهذا نعم هل نستطيع الغول أن الإنسان الإريتري ليس بخيرا بعكس السورة النماطية التي يحاول البعض رسمها لهذا الإنسان هذا الظلم للإنسان الإريتري إنسان الإريتري طول حياة هي متكافل هذه طبيعة الشعب الإريتري يعني ما في إنسان إريتري إلا ويعني يعني سبحان الله ينفق على إخوانه على أهله على كذا يعني طبيعة الشعب الإريتري كل حياة تكافل من قديم مش من الآن وحتى المساجد اللي بنت عندنا في أريتريا كلها كانت مساجد عبارة عن ما عندنا دولة كانت وبالتالي كل المؤسسات اللي قيمت في أريتريا كانت عبارة عن بادرات أفراد وشخصيات وأحياة ما في عندنا معدى تقريبا مسجد بنية في مدينة أغراضات ما نحرف نحن حكومة بنت لنا مساجد فكل المؤسسات والمعاهد والخلاوة اللي قائمة في أريتريا جميعها كلها من جيوب الأريتريا كيف يكون شعب بخير؟ جميل جدا إذن شيخنا محمد جمعة لاحظنا أنتم وضعتم الشالة إلى الجمعة الذي كنتم ترتدونه للمزاد تبرعنا بسعري وفعلتم ذلك في مناسبة مماثلة بالسويد بحكم حضوركم لمناسبات مشابهة هل وجدتم اختلاف بين الجالي الأريتريا في أستراليا والجاليات الأريتريا الأخرى؟ طبعا البلدان الأوروبية الأخرى كثير التردد عليها في مخيمات سيفية في ندوات في ملتقيات فأول مرة أنا أأتي الزيارة إلى أستراليا وبحكم الرابط الأشياء التي ذكرناها من علاقتي بالناس لا أحسست أنا غريب أو عندي شيء غريفي لكن طبعا فيه تغيرات كبيرة جدا كما ذكرت لك في الأفراد في العوائل فبالنسبة لي وجدت جالية أكثر ما كنت أتوقع في ضخامتها وحجمها فالمقارنة هم أريتريين أينما كانوا لكن الشيء يمكن المختلف تماما هذه المرة أن الجالية خطط خطوة كبيرة على الأقل خطوة نفسية أنها تريد أن تجدد في حياتها ومسارها وتستقر أيضا لأن القلق اللي ساحب الجاليات الأريترية في الغرب سنوات طويلة مترددة هتعيش هترجع أنا أعتقد الآن الإنسان الأريتري في أستراليا وضع موطع قدمه هذا البلد كوطم له إلى الأقل وهذه ربما هي واحدة من القناعات التي دفعت الناس أن يستقروا لأن بعد المكان يعني نحن الآن في العالم في أوروبا عندنا الاتباط الدائم وعندنا حساس أنه ممكن نعود في أي لحظة لكن أعتقد الناس في أستراليا ربما في شعور متجذر عندما أنهم سيبقوا في هذه البلاد فربما هذا هو الخلاف الأصل الموجود في القضية شعور الناس هنا بالبقاء وأعتقد لذلك التضحية ستكون غالية ومهمة بالنسبة لهم أما البلدان الأوروبية الأخرى إلى وقت قريب كان عندهم هذا التنازع النفسي سيرجعوا سيعود أخيرا طبعا نقتنع أنه خلاص وجب البقاء والأجيال نفسها اللي كان يحلموا بالوطن كثير منهم رحل لكن أعتقد هنا في أستراليا بحكم البعد المكاني وغيرها والناس يبدو عليها استعدت للبقاء إلى حد ما وفتح مؤسسات وهيئات وكذا نعم بمناصلة ذكر هذه الإجابة طبعا كيف ترون دور الجاريات في المهجر نحو المجتمع الذي تعيش فيه وحول بلدها الأسل الأردرياء؟ بالنسبة للمجتمعات عندنا أفراد قليلين جدا اللي عندهم مساهمات في المجتمعات اللي عايشين فيها تجد عندنا في السويد في ألمانيا في استراليا هنا عبارة عن أفراد أما الجالية ككل في توجه عشان تكون أداة دغط لتحقي الأغراض معينة وكذا يعني لم نسل بعد مثلنا مثل كل الجاليات المهاجرة لم نسل إلى نضج في هذا الجانب لكن الأريترين هو أهم النقطة تميزهم هو تعاونهم مع الجاليات المماثلة لهم الأريترين تجده أسهل الناس وأكثر تعاملا مع الجاليات الموجودة بينما تجد انقلاق في الجاليات الأخرى الأريترين تجده في كل المؤسسات الموجودة في المساجد في الجامعيات في الهيئات وأعتقد هذا كان حاصل في هذا البلد على حسب ما سمعت الأريترين كانوا موجودين في جميع المؤسسات مشيت مساجد مراكز التاقية بلأي إما خلال هذه الأيام الكل يقول أنا عند أصدقاء أريترين كانوا معانا في المؤسسة أريترين كانوا معانا في كذ أريترين فالدور في وسط المؤسسات المهاجرة قوي بالنسبة للأريترين تجاه الدولة والمواطنين والوطن للأسف نحن ما زلنا في هذا الجانب لم نحقق وينبغى أن ندفع أبنائنا حتى يتبوؤوا مواقع في البلدان اللي يعيشوا فيها بحيث يكون لهم تأثير أيضا في المستقبل في بلدانهم فوجه في الحقيقة نداءنا وينبغى الناس أن تستفيد من البلدان العائشة فيها وتفيد هذا مهم جدا نعم ذكرتم في الكلمات التي ألغيتمها مساء الجمعة والسبت أيضا أن عمال الخير والصدق الجارية تعود بالنفع لساحبها في حياته أيضا هل تعدد لنا فوائد الصدقة في الإسلام هذه تحتاج إلى محاضرة طويلة لكن عندها فوائد اجتماعية وفوائد إنسانية وفوائد ربانية فوائدها الربانية معروفة أن الإنسان الحسن يكافأ فيها بالحسنة ويجازف الجنة الفوائدها الاجتماعية الصدقة تعزز أواصر الأخوة بين المجتمعات نحن عندنا مثلا أرأس مجلس أمانا جمعية خيرية عندما أذهب إلى المحسكرات وأنفذ مشاريع أرى الحب والشكر والامتنان لمن ساعد هؤلاء الناس على تجاوز أزمتهم ومحنتهم لذلك العمل التطوعي هو يخلق أواصر حلاقة ورابط بين المجتمعات وأصبح اليوم هو واحد من الأزرح الكبيرة في أدوات حكم حتى نفسها كنا نقول زمان السلطة الثالثة أصبح اليوم العمل الخيري والتطوعي واحد من الأذرح في إدارات البلدان والحكم والتأثير فأعتقد الأرأترين هم أولى الناس بأن يليجوا هذا المجال وفوائده جدا متعددة وعديدة والوقت قد لا يتصع لها نعم جميل جدا بماذا توصينا الشغة محمد جمعة وتنصحونا الأخوة الأكارم المشرفون على بناء وإدارة مركز الرابطة أسيهم بأول وصية بأن ينفتحوا على جميع المجتمع وأن يعتبروا هذا المركز هو بيت لأي إنسان إريتري وأن يوسعوا التعاون مع الكل مع الصغير مع الكبير مع المرأة وخاصة سعدتوا أنهم عايزوا يشركوا المرأة والشباب في بناء المركز وإدارته وهذا شيء أسعدني جدا لأن هذه الشريحة المحتاجة لهذا المركز بالمقام الأول فنتمنى إن شاء الله يكون هذا المركز عنوان فعلا لأريتريا والأخوة أن يوسعوا دائرة التعامل وحتى أن يكون المركز هذا انطلاق لمراكز أخرى بحيث من هنا إن شاء الله نبدأ انطلاقة لبناء مراكز في باقي المدن الأسترالية وأنا جدا في غاية السرور أن نحن نتحول إلى مجتمع مفيد لا مجتمع يعني متلق دائما وجزاك الله خير بارك الله فيكم يمكننا السؤال الأخير يعني كيف ترون سورة الجالية في أستراليا وفي الدول التي تزورونها كيف عندكم السورة هناك السورة في الدول الغربية تطور الجاليات الأريترية هناك حيث استقرت من زمن طويل وسهولة التواصل وانفتاح التعليم فعندنا اليوم أجيال عندها رصيد كبير من التعليم عندنا مثلا في بريطانيا اليوم في مواقع متقدمة جدا عندنا أطباء مهندسيين سياسيين يعني الجالية الأريترية فعلا اليوم فيها مكانيات هائلة جدا وكبيرة بالنسبة لإستراليا لا أدري لكن أنا أعرف أنها جالي حديثة إلى حد ما وأعتقد ربما تتطور بشكل إيجابي كنت أسأل اليوم بعد الشباب يقولي بعدهم يدرس قانون بعدهم يدرس كذا فأعتقد بإستراليا ما عندي بالتحديد رؤيات متكاملة لكن بالنسبة للدول الأوروبية فتتطور هائل للجالية في الأجال الجديدة نعم جميل جدا للأسف نحن فرقنا نبدأ بالسؤال عنكم شخصيا عن سيروتكم الزاتية طبعا عرفناكم الرجل الدعوي ما شاء الله وعرفناكم أيضا في النشاط السياسي ولو بعجالة من هو الشيخ محمد الجمعة أنا اسمي محمد جمعة أحمد بخيت مولود في منطقة عنسبة في أريتريا أكملت دراستي في جامعة الأزهر الشريف أب ومتزوج عند أطفال وعندي يعني درست في مجال الشريعة ومجال القانون وتدربت في مجال المحامة ولكن عندما خرجت إلى أوروبا رميت القانون وتحولت تماما إلى المجال الأصلي هو مجال الدعوة والحمد لله أنا اليوم عضو في عدد كبير من المؤسسات الشرعية في أوروبا وجمعيات ثقافية ومستشار في بعض المراكز وعضو في بعض المراكز وإذن أرأث مجلس أمنا إيثار وعضو في كثير من المجالس الفتوى في أوروبا ويعني يجتهد الإنسان أنا كل حلم اللي أحلم به رضا الله سبحانه وتعالى وأن أعكي السورة طيبة لبلدي وأن أكون مثال لجاليات في الغرب وأساعد في هذا هذا هو الحلم الذي عندي نعم على ذكر منزمة إيثار الأستاذ السلطان أمار دين بالصورة مؤسر وذكرتم فضائلة بالنسبة للاجئين ماذا تقولون على هذه المنزمة وعن هذا الأستاذ الكبير ربنا يشافي إن شاء الله إيثار هي مؤسسة إن شاءها الأخ سلطان أسسها الأخ سلطان في 2007 وبدأت أعمالها وهي الحمد لله لها مع أنها ما زالت مؤسسة صغيرة لكن لها مساهمات كبيرة اليوم حيث بنينا مدارس وآبار وكذلك عندنا مساجد دعمنا خلاوي وما زلنا نطمحها وإحنا في الحقيقة فخورين بالشعب الإيرتري لأن كثير من الناس يتكلم على إحباطات للشعب الإيرتري فالشعب الإيرتري هذا هو في أستراليا الآن غير صورة نمطية الناس يرسمون الإنسان الإيرتري إيثار إحنا رسمت لنا شخصية الإنسان الإيرتري لأنه نحن نعيش في مدينة واحدة وتأتينا التبرعات من جميع ما تنتواجد الإيرتري إنسان يتطوع لك من غير ما يعني يجبره أحد بشعورا منه أنه يعني محتاجين أهله إلى مساعدة فإحنا نشكر المجتمع الإيرتري صراحة وأنت هذا السؤال بالنسبة لي يعتبر يعني سؤال مهم جدا وأخي سلطان كان مريد بالسرطان شفاه الله سبحانه وتعالى بفضل الله ثم دعوات الأخيار وهو الآن إن شاء الله يعود إلى رسالته ونسأل عز وجل إن شاء الله أنا وهو نوفق للقدوم إليكم مرة أخرى إن شاء الله تعالى إن شاء الله ونستعبد لكم إن شاء الله بكل ترحى بكل حسنة الأسرالية كلها أقول لهم راني عاطيتم يعني الأمل والطموح للجاليات الأخرى حتى تحذو حذوكم أنتم جالية جئتم متأخرين في الهجرة لكن أصبحت الأول في التحرك فهذا بالنسبة لكم للكجالية أريترية هنا يعتبر يعني شرف كبير جدا أن تكونوا أنتم القضوة أبعوكم إلى الوحدة إلى التماسك إلى التآلف الاهتمام بوطانكم بأولادكم بأجيالكم وسنظر نفتخر بكم إن شاء الله وشكرا جزيلا جزاكم الله شكرا جزيلا لكم الشيخة محمد جمعة أحمد بقيت رشيد القادم لنا مدينة برمنقهامة وبريطانيا تقريبا فشكرا جزيلا له ونشكر أيضا الجميع الإسلامية التي وفرت فرصة اللقاء به وإن شاء الله التوفيق والنجاح لمركز الرابط شكرا جزيلا لكم الله يبرك نسمينا الأكارم كان ذلك الشيخة محمد الجمعة محمد بخيد جرينا معه اللقاء يوم أمس وهو طبعا أثار يحيي المشروع الكبير الذي تشرف عليه جميع الإسلامية وهو بناء مركز الرابط إذن ما أمامنا شئينا دقيقا يمكنكم الاقتصال بنا على الرقم 94198377 لمن أراد التعليق أو تقديم توسية أو إبداء أي ملاحظات حول الليلتين الكريمتين التي تبرع فيها الشعب الارثي أو متمرتي في مدينة بأكثر من مليون ونصف المليون دولار نسمينا الأكارم إذن يسرنا أن نتلقى مكالماتكم على الرقم 94198377 إذا كان لكم أي مسيح أو ملاحظات أو توسيات للجمعية أو للإدارة المشروفة على مركز الرابطة يمكنكم الاتصال بنا وسأتلقى توسياتكم وملاحظاتكم بكل صدر وترحب نعم برهان طبعا كما هو معلوم اليوم طبعا برنامج خاص بمركز الرابطة وكما ذكر الشيخ محمد جمعة طبعا مبروك للجالي الإرترية والنجاح الكبير ومبروك أيضا للجمعية الإسلامية الإرترية صاحبة الفكرة وطبعا ده كان شيء فعلا مفرح نعم ما بشك ده ما شيء يعني طبعا مشروع بهذا الحجم صراحة الواحد يعني ما يقدر يعبر عنه نعم هو تكلم بنفسه يعني نعم كخلفية تاريخي لو لكن كخلفية طريقة في الجالية ماذا كان حطاهو على المستوى العام الجالية الإرترية بمختلف فئاتها سواء كان في الجمعية الإسلامية أو الجالية طبعا هو معروف يعني مثلا في الجمعية الإسلامية نعم اللي هو موضوع يعني إكرام الموتى المشروع ده طبعا ماسكا هو الجمعية الإسلامية وهو يمكن أحد المشاريع اللي ساتر موتان هنا في ميلبرن وهو مشروع ناجح وأيضا موضوع المسابقة صلويا نعم وده أيضا يعني داعمة الجمعية الإسلامية بإجراءها في فترات مختلفة بالشراكة وأغلب الفترات طبعا يعني هي اللي بتعمل المين سبونسر لهذه المسابقة وأيضا هذه المسابقة يعني أظهرت نجاح كبير في الأعوام السابقة نعم سواء كان مثلا بجوائز المسابقات التي تغدم والمشاركين والدعمين فالآن جاءت الجمعية بفكرة مركز أكبر يمكن فكرة كما ذكروا هم في مكتوبهم كان بيراودهم من 21 عام يعني نعم وفعلا كما سموه الحلم يتحقق هذا شيء مشرف كبير وإذا شفنا في الجالك جالك وكل يعني مثلا في سنة 2000 أيام الحرب الحدودية يمكن أكبر جالية عملت مسيرة في العالم القربي من الجاليات الإيرترية كانت الجالية الإيرترية مناهدة للحرب وإيقاف الحرب لو تذكر نعم أيضا حدث كبير بعضه كان حملة مشتركة سواء كان من الجمعية الإسلامية والفعاليات والجالية الإيرترية بإيقاصة اللاجئين الجدد والحاوية والحاوية تغريبا مشحونة بالأكل و17 ألف دولار جمعت في خلال شهرين تغريبا نعم لو نذكر في 2006 أيضا حملة دعم اللاجئين بملابس حاويتين تحركوا من مقر الجالية أيضا بعد ذلك ظهور المنظمة الإيرترية الإسرائية العام الإنساني نعم للمدارس نعم أيضا نذكر بالليلة الإنسانية طبعا نقامها موقع هنا كان جمع فيها عدة ألاف من الدولارات نعم عندنا الجالية نعم تمرت بعشر ألاف في 2005 نعم أرسلت إلى جمعية تدبية الإيرترية نعم نعم بعد ذلك أيضا كما ذكرنا مثلا المنظمة الإيرترية الأسرائية العام الإنساني قامت بكذا مشروع ولازالت مستمرة نعم الجمعية الإسلامية عندها كفالة الأيتام بالمئات والأضاحل يمني عندما تبرأت لرمضان عندهم ليلة واضحة نعم في الشابات الإيرترييات اللي هما اليانج مازرس الأمهات الشابات يعني ذكر أخونا يونس في المحاضرة بأنه بتأتيهم فلوس من أمهات من أستراليا للمنظمة وتاعتهم هذا برضو نشاط جميل أيضا زهرت منظمة السلام اللي بنت ثلاثة أربعة فصول بشراكة مع المنظمة الإيرترية الأسرائية نعم هذا كله يكشف نوع من العطاء والصخاء الموجود داخل أجاليا الإيرترية بأشكال متفاوطة لكن الزميل برهان لو سمحت له قاطعة أنه إحنا يعني أمام برد حالة يعني فاصل تاريخي في الليلة بتاعهم الجمعة يعني عندنا الشخص مثلا تبرأ بـ 75 ألف نعم عندنا الشخص واحد تبرأ بـ 60 ألف عندنا أسرة واحدة تبرأت بـ 65 ألف تقوى من ثلاثة أفرات عندنا الأسرة الشهيدة مثلا تبرأت بـ 40 ألف نعم وهكذا والكسرين من من تبرأت بـ 25 ألف هناك في 30 ألف في حتى المنظمات تجارية إذن ما معزل نذكر الأسماء لكن تبرأت بمبالغة ضخمة جدا نعم فنحنا أمام ليلتين فاصلتين فأرانات في التاريخ فعلا يعني هذا جود لأؤلام التنائي نعم بشهادة الشيخ محمد الجمعة اللي هو الديفة الكبير بالنسبة بهذه المناسبة يعني بيقول بأنه هذا أكبر ليلة تبرعات يحضرها وانا ما سمعت أنا عن نفسي برضو أحضر فيه كزا مناسبات نعم سواء كانت النبي ونظمات كبيرة الشيخ محمد الجمعة قال نزمنا ليلة تبرعات لمركز النجاش قال في لندن وجمعنا مئة ألف باوند يعني دقل أقصى حملة تبرع وحضرها نحن نتكلم مليون وخمسمائة ألف مليون وخمسمائة ألف يعني مليون وخمسمائة ألف ما يعادل مليون وربعمية شوية دولار أمريكي فده شيء فعلا أعتقد في تاريخ الجاليات المشكلة لم يحصل نحن نقدر نقول فعلا الجالي الإرترية يعني فصلت وهو فتحت صفحة جديدة الأشياء التي كنا نذكرها هذه كلها تراكمت وزهرت مثلا في المشروع الكبير نعم العوامل اللي أخبرها العوامل اللي دافع لهذا الصخاء والكرم الحوامل طبعا تلخص لنا الحوامل طبعا أرأى أكيد في أكثر من عامل والله العوامل هي في كذا عامل يعني الآن إذا شاهدنا الجمعية أثناء ما قاموا بهذا المشروع أو تقدموا بهذا المشروع للناس ما أزن هم تقدموا يعني ناموا صح وقدموا المشروع عملوا دراسات أيضا نحن التغينا بهم هنا في الزاعة شيخ صلاح والأخ خالد خالد عشكراي وهم وضحوا يعني في عوامل كثيرة ده بيوري بأنه فعلا الجالية عام في ميلبرين كانت لي حوجة إلى شي والشي ده والهاجز موضوع المركز بالمناسبة كان هاجز كل ريتري أنا أتذكر في سنة 2001 2002 المؤتمر العقد في يونيون رود نعم أول بند كان موضوع المغر الناس كانت تقول نحن ما لقيم حتى نبعد فيها بعد كده أتجر مثلا المقرر الموجر 2004 أتجرنا وانا المساعي طبعا بسورتها الأكبر نحن ليه مثلا نعيش في مكان إيجار وما يستوعب كل الناس جميل وما مركز مككامل بالسورة للمغدمين الأخوان في الجمعية الإسلامية نعم دمن الأسباب دمن الأسباب إذن أخبرهان النزعة يعني واحد عبر بالنزعة القومية يعني قال المسجد شان واحد المسجد فيه طعب أرتري المركز فيه طعب أرتري يعني نزعة مشروعة طبعا حب التملك عاوز يملك شيء يعني يحوض لوطني لا يسعب التملك فقط يا أخي أحمد يعني كون يكون حب التملك الجماعي هو المراكز الإسلامية ما موجودة أسلا موجودة بالنساجد والحمد لله ملبن مليان المساجد لكن مركز فيه طعب أرتري دي النزعة القومية وحتى نحن كجزء من هذا المجتمع الكبير يعني أنا كون يكون عندي مركز مملوك بإسمي أنا كده يعني بسمت جزء بأنني جزء لا أتجزء من هذا المجتمع أصلا قد تهديه لهذا المجتمع لأنه ما حيكون حكرة على المجتمع الإيرترية حيكون مفتوحة لأقول بأكيد ما فيه مجتمع الإسرائيل الكبير وده حيعكس الصورة الطيبة للمجتمع الأوسع كون الجالية صغيرة بحجم الجالية الإيرترية وحتى لو شفنا العداد اللي شاركت في الأمسيتين أو ثلاثة ما هم كل الجالية الإيرترية المسلمة مثلا الحذرة الحذر جزء بسيط من هذا الجزء البسيط وبالوجود المسقر للجالية في ليلتين كون يكون في تبرعات بهذه الطريقة صراحة ذات بيبس الأمل ويمكن بينبت الشجرة اللي كانت منتظر مثلا مثلا هذه المشاريع مستمعينا الأكارم يمكنكم الاتصال بنا على الرغم 941 98377 وما زينا نتحدث عن مركز الرابط أذا كان لديكم أي تعليق أو استفسار أو توسيات لكن أريد أن أقول شيئا نعم لا ما دال أمامنا بحضر الوقت أكثر من عشر دقائق نعم بالنسبة للعوامل اللي قلتها العوامل طبعا في كذا عامل يعني كون نملك مقر خاص بنا كجالية الإيرترية في ميلبرن يعني معلم هذه المدينة وحيكون مركز معروف زي مركز العرب والأتراك والآخر في كل مكان ونكون شاركنا بدورنا يعني إلى المجتمع الأوسع مشاركة بسيطة قال فيه برضو فكرة عن المركز أناس أعتقد المركز بس مسجد طبعا قريت المعلومات نعم حيكون فيه مثلا سوي مفول حيكون فيه ميدان حيكون فيه تينس يعني شيء شامل نحن قاعدين نتكلم ما عن مغرب نحن نتوقع أن الشعب حياتح لشان يسكن جنب المركز هذا برضا عامل تاني حيكون فيه أسواق وكفتي ريال يمكن حيكون شامل يعني هو أصلا المشروع أنا بالنسبة لي صراحة كبرهان يعني العوامل الإيجابية دي كلها ولدت مشروع كبير كمثل هذا المشروع أنا بالنسبة لي المشروع تبنى يعني كون يكون عندنا إيموت من نفسنا يعني وديكها بداية هي أنا متأكد يعني في ناس لا زالت تحت تبرع وحتواصل في التبرع نعم البداية صراحة بداية إيجابية كبيرة لكن لابد أن ننتبه لي شيء أحاديك للتوسيات لكن لنا الثقة شو رأيك في الثقة إذا من العوامل الناس وصلت في هذه الدارة في هذه الجمعية ضمن العوامل المحفزة محمد يعني كون الناس يكون عندها ثقة في الجمعية الإسلامية خلال السنين اللي مدت الجمعية الإسلامية وهبت يعني ثقة خلقت ثقة بينها وبين الناس عامة وبينها وبين عداءها خاص شايف؟ يعني موضوع إكرام الموتى جميل يعني الجمعية ماسكه من سنين ما في إنسان دافع مثلا قروشه وتوفى وتأخر جناسه بسبب قروش الأخوان جاهزين يعني يغاطعوا من عملهم يجي يعملوا الإجراءات ده شيء بيدي ثقة ما سمعنا أي نوع من التزمر أو الشكوى أو شكوى بالعكس الباب مفتوح دائما والأخوان ماسكين الفورمات بتاعتهم حتى وكتيجزوا الإنسان جديد بيسجلوا إلى آخره ده بيديك الثقة رقم اثنين المسابقات القرآنية اللي بيعملوها بيدي ثقة نعم المدرس الاسوبية مثلا ثلاثين أربعين ألف بأنه وزعت كيف رقم ثلاثة اللي هو موضوع الأيتام مثلا في معسكرات اللاجئين الأداحي يعني منزمة أو جمعية كجمعية يعني نجحت بكل البرامج اللي أشرفت عليه فده بيديها طبعا حافز موش لي مليون ممكن لي ملايين الدولارات نعم شكرا جزيلا برا ما زلنا مستمرين طبعا معك بس خلينا نلفت انتباه السادة الأكارم على أنه كان ضمن الناس المتحدثين يوم الجمعة طبعا الشيخ أحمد القدا وأحمد القدا طبعا عالم ليهم ألفات عديدة وهو مجلس عيان طبعا في أردن سابق فألقى أيضا كلمة مؤسرة هو سيدة بشار الجمل في هيئة الأعمال الخيرية في فرح استرالة جوخ